قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أن الثورة الخمينية غيرت الشرق الأوسط إلى الأسوأ وأطلقت أسلوبا طائفيا تحاول من خلاله استعادة الإمبراطورية الفارسية الجبير وفي كلمته خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس ذكر أن إيران تتدخل في الشؤون الداخلية للدول المجاورة بخلال تشكيل جماعات إرهابية كحزب الله والحوثيين للقيام بمهاجمة استفارات واغتيال الممثلين الدبلوماسيين والأبرياء وكذلك القيام بأعمال إرهابية في كل من أوروبا وأمريكا وأضاف الوزير السعودي أن المملكة تعمل مع بقية العالم العربي من أجل عزل إيران وقطع دابر توسعها الخبيث في المنطقة على حد وصفه